ليه بقى، ما عرفش حاجة ما عرفش ما تعرفش ازاي بس يا عم بندق ده احنا قلنا انت اللي هتجب لنا الخلاصة انا قلت ما عرفش بقى وما تضغطوش علي قطة من كده انا مش هقول اي حاجة طب وبعدين ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف احسن وان شاء الله مش هتعرفه عشان تبقوا تروحوا برسعيد وتخشوا علي كده وقديكوا فاضي احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي ده 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 المرحومة الله يرحمه ويباشبش التوبة اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قرية النورس وكان يجب لنا امو الخلول بالكيلو وبالتنين كيلو ومنين ما نقعد بقى اشري 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 اش احنا مش مصدقة ذكريتك المقرفة دي دي مش حاجة تفتكريها وتفتخري بيها على فكرة يا جماعة انتو بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول معاد زيارة العامة عشان نسأله انت بفردي روحنا وطلع عمش عارف حاجة ما تفوت انت موطي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك لا لا ما تشغليش بلك انت بالحاجات دي خليكي بس مركزة مع شعرك الحلو ده بقولك ايه؟ ما تقوم افراجك على الكرتول على حرب البلابل انت بتحبيه يلا يا حلوة اخدوا راحتكو بقى يلا يا حبيبتي لحسن ينفوتك يلا كمان متجوزها؟ مش كفاهم دوخنا وراه باللغز بتاعه ده طب ايه حكاية بطة دي؟ دي كانت نازوة في حياته اصلي فيه حبة ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي قامل ستة بطة احتوته اتجوزها سنة كانت احلى سنة في عمره كله كان بديها بقى العقد ده اللي في المجلة هدية بتاعة الشركة بتاعتها العقد ده اصلي ده ده بتاع الاميرة فوزية طب هو انت عارف هي سكنة فين بطة دي؟ اه طبع عارف كان هنا الجيد بطة سكنة في سيتي ستارز؟ لا البيت بتاعها كان هنا يا سلام يا سلام يا اولاد ذكريات البيت ده كان جميل جدا جدا وليه جنينة كده كانوا تملي لعابه فيها سوا وفي كسكو وكلب صغر كسكو كان تملي الجدة بطنة نفسها. امها ليه يعني? اللح لات رحولها دار المسنين. دار المسنين? ايوها ما قاعدة في دار المسنين. ايه ده? طب انت ليه ما قلتش في الاول ان اقف دار المسنين? ما انتو قلتوا عاوزين بيت الجدة بطا. جبتلكم بيت الجدة بطا. انتو لو قلتوا عاوزين الجدة بطا نفسها كنت جبتوك وتقول بصوا. انا عاوز الاسئلة مباشرة ومحددة اجاوبان علاقون. اه واضح ان ان مش جده بس هو اللي يا حبيب يلففنا ده بعتلينا عمه بندق كمين عشان يشلنا طب انت تعرف فين دوء المسنين دي؟ ايوه طبعا ربنا يسطف طب متأكد ان احنا هنلاقي السيت اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيولتك برضو طبعا متأكد ده انا اللي موصل سيت فاطمة هنا في دار الشيفة بنفسي ثانية واحدة دي دار المونة هل تأكد؟ واتفر يا بنتي ايه ده؟ مش ده عمي دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعا نشوف اهلا 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 ازايك يا بنات؟ ازاك يا عم؟ ازاك يا انكل؟ ازاك يا بندق؟ الحمد لله ازاك انت عمي دهب الله ات ايه اللي جبك هنا؟ اما اخذت زيارة يعني؟ اتعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق؟ حبايبي يا مغزة كتير وانتو عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواء البجو بتاع اللي وصلنا بوسعيت اه؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون اه؟ وانت برضو نفس الشر اهلا 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 وسهلا ازايا حضرتك اهلا امونتو تعرفوا بعد اسلا امين؟ اه عم دهب؟ لا دهنا لسا بقابله بالصدفة دلوقتي اه استأذل انا بقى عشان سعيب التاكسج واحده استني اه بتيح العربية اما اخذص ايه؟ ما سيبوا بتيح العربية يعمى معي عشان أما أجي داخل مثلاً مفاتيح العربية يعني ما تبقاش كده يعني طب ما تصيب مفاتيح العربية معايا عشان أنا مش حستنك في العربية عشان الدنيا مش شمس روح الحتة اللي مش على مزاج تستنين فيها يلا طب مش حستنك تحت العربية عشان الدنيا مش شمس ما تستناش في أي مصيبة اتفكر على الله حاضر يلا وانتوا جايين تعملوا ايه هنا يا بناه احنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه لأن خلط شريهن حرام كبرت وخرفت قوي طب هو أنا مش كنت أقيل لكم برضو أما تكونوا عايزين مواغزة أي حاجة تكلموني علشان حلها لكم آه بس احنا مش عايزين حاجة بس انتوا لو مواغزة تفتحوا لي قلبكو وتقول لي على مشاكلكو ايه أنا مواغزة حلها لكم على طور ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده مش القصد مشاكل يا بندق أنا قصد يعني يكونوا عايزين حاجة بيدوروا على حاجة المواغزة عايزين يسألوا على حاجة ما نتحرمش منك يا عم يلا بينا باعشان نلحق مع ده الزيارة زيارة ايه؟ المواغزة ومش تقولوا جايين تشوفوا المكان؟ آه ما نقصت زيارة المكان كده هو؟ طب ماشي هروح أنا باعشان أشوف اللي مش مستنى ده مش مستنى فاني ده هبنائتوه انت غبية قوي ملا قوي هي دي القوضة يا بنات آه مادم بطة آه هالفي مليون سلام عليكي مالك إيه اللي حصل؟ حول ولا قواتها إلا بالله والله يا بنات لسه زيارها من اتناشر سنة كانت زي الفل كانت بتاكل صباطة موز لوحدها لا حول ولا قواتها إلا بالله إيه اللي حصل لك بس؟ فنن معروف من أربع حروف بندق انت إيه اللي جابك هنا؟ أهلاً 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 إزايك؟ أهلاً مادم بطة إزايك يا بندق؟ أهلاً 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 مين البنات الحلوين دول بناتك؟ لأ، دول أحفاد ميكي بيه آه، يا حبيبتي، يا حبيبتي دي مادام إيفون زملتي هنا في القوضة غلبانا قوي دايماً تنسى موعيد الدواء بندق، إزايك يا بندق؟ أهلاً سلمك مين دول بناتك؟ لا دول مش بناتي دول أحفاد ميكي بيه يا حياتي ميكي عارفين يا بنات جدوكو ده كان خلبوس كبير هي ازاي بتقوله على جدو بالبوس؟ قالتش بالبوس قالت خلبوس بلاش فضايا ميكي ده أكتر واحد حبيته في الاثناشر راجل اللي أنا اتجوزته هو فعلا راجل بيتحب الله يرحمه بقى الله يرحمه بندق يا حبيبتي يا حبيبتي دي مادام إيفون زملتي بالشفة يا حبيبتي زملتي هنا في القوضة ها أصلها غلبانة بتنسى دايما موعيد الدواء هي مادام إيفون الدكتور كتب لها الدواء كل ثلاث دقايق معرفش ولا شوفت رشيطة بندق السيك يا بندق مين دول بناتك؟ لا دول أحفاد ميكي بيه ميكي يا حياتي علي بس أنا زعلانة منه زعلانة منه ليه بس يا حج حجة حجة ايه يا جربوعة انت مين دي؟ دي 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 جربوعة تبقى عفيدة تبنيكي بيه قطيعة ما تجيب ليش سيرته الله يتحموا مطرح مراح آه يا حبيبتي يا حدي مادام إيفون زملتي هنا في القوضة مش عايز لا 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 بقول لك إيه لا مش عايزة هتاخدي يعني هتاخدي ده انت هتاخدي اتنين المرات يا جماعة زي بتقتلها بتقتلها الحفظ كفاية 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 آه حبيبتي لا بوس ايدك سمي مادام إيفون دي ماتت اساسا نركزي معانا العقد فين وانتي مالك انتي ومال العقد يا حرامية يا بيئة يا جربوعة انتي انتي مالك يا بوليس يا نيابا بس بولي بس حجة بطة حجة يا جربوعة زي بناتك انتوا مين انتوا أصلا امشي تلاقوا برا انا بندق بندق انا بندق بندق يا حياتي عليك ازايك بندق كويس بندق كويس جدا الحمد لله واحنا مش بناتو احنا احفاد متكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انتي عايزاه ميكي بقى اديكي عقد انتي حتتسيه في المتحف متحف ايه آه طب ما تقولي كده من الاول آه متحف المجوهرات الملكية ما هو أصلا بتاع الأميرة فوزية يا حياتي دي مادام حبيبتي حبيبتي افتحي بقىك يا لا ايفون ما تغلبيني بقولك ايه الحجة بطة هتخلي الحجة ايفون تقفر دي سفة نص الشريط لا ما تخفشي احنا بدنا تدوا بإيه ما انتقام يلا ايفون يلا دي مادام ايفون زملتي هنا في القوضة غلبانة قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء انتي مين مبتسمة على ايه اخوة ازاي عم ده هبعرف ان احنا وحنا عند بطة اكيد من الراجل اللي كان معاه اللي انتي قلت انك شفتي قبل كده سايق تاكسي لما هو اخذها هوانم الشهونة بازة حايزيني فتتشة اوكي لا 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 مش بتتفتح خطة حتبوزها يمتخلف اهي ايه ده جايبها ساني واتشات ساني واتشات بس بس فضل يعني تفتكي يعني عم دهب هو اللي مقجر الراجل ده عشان يتجسس علينا ايوة طبعا واي نوت ما تسيلا يا عم انت هتاكلها سواني بس سياكم بلا خلي بلاك في السوستة ها بس سوع تمسح بقى الصور دي لا معايا مش امسحش انا مبسوط قوي لاتعرف انا بقى لدي ما جيتش المتحف الزراعي ده متحف الزراعي ايه هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد وهو وعشان كله زرع ورد يبقى المتحف الزراعي تم فيه بلاط يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي لا البلاطي دي في الشتاء يا سلام اه امال ده متحف ايه يا عم ده متحف المجوهرات الملكية ايوه هو مدحف المجاورات الفلكية ده اخر مرة جيته كنت في سنة تانية ابتداي وجاى مع المدرسة يا راجل انت مطلعش رحلات مع المدرسة لا روحت روك كنت بروح بنراما حرب اكتوبر وحريقة الدولية مع بعض ما روحتش مصنع شبسي روحت ده كان يوم جامد وديونا كيش شبسي كبير وعادت ناكل فيه ما رحتش مصنع الكراسي ايه ده فين ده لا اودوه لك انا ماشي ايه ده ماشي حد اله K σε المنديل هو ايه 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 اي هكي اmath م من غير بواب انت المواب يعني ايوه اسيد انا البواب روحت لنا سجائر يا روح اجابلكم سجائر فنتشكوا الأول لا عاكم حاجة كده او ولا حاجة كده فضل حاجة كده او كده معادن meinenشون او اي حاجة ليه دخلوا النادي رجب انت لامت اوي استنى لما بتقشك اهو يا بيه معاك ممنوعات انت بتزمر بزمر ده انا مد انت زار يا بيه لا اه انت شكلك واكل حاجة فيها معادل ايوه واكل سبانيخ كلها حديد انت لامت اوي اتفضل يا خوية واحنا نسرح حاجة يعني ما كله بيخش بيقوله كده وفي الاخر بيسرقه مش هنسرح يا خوية اتفضل يا خبيب اتفضل استنى انت عايزي انا لامت زيه على فكر ما قلتش ليه كده من الاول عاديلي بقولك او اتفضل يا اتفضل اتفضل طب اتدخل اللمدين عادي اتفضل يا بيه اتفضل بسي السقف تحفة ازاي واو بص بص الله جامد اوي التقم ده انا ممكن ايلاقي معايزي صح؟ ما قاسك يا متخلف احنا في الشواربي انا بيلبس ميديام عادي ميديام ايه ده لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعة يا سلام طب اين الطاقية البيضة الشباكة في الملك هلبس طاقية الشباكة ما هو لبس جلبية اهو طب تعال وليك الكزلك بقى بتاع الملكة اصدك الكازلك ده لو ملك الكبدة ولا هاني ايه شوش بقولك ايه مش ده بقى النيش بتاع الملكة اه اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكة هاي الملكة دي بني قدمة يعني كان عندها ايمة ومسجلة فيها النيش وكده اه بس كانت سايبة الايمة مع مهر انتو جاهلين اوي طب يلا يلا تعلنوا تفرج على طاقم السين والاركوبال بتاع الملكة ايه ده الملكة كاد بتلعب اكروبات اكروباء اه الملكة كاد بتلعب اكروبات كابت الشعلة عالترابيز عارف الترابيز اه البنك بنك ايه بتكسبان عالترابيز انتو بتقوله ايه انتو بتخلفين عايزين ناسر العقد ونمشي ايه 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 اهو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف ايه ايه يعني انا لو جالي تلكليفون ما اردش طب انا لو لديت النجف ادي اه طوق عليك مو دقش حاسب النجف اطوق عليك هو ايه اللي وحضرتك بترابي فراخ ما تصوريش ما تصوريش طب اقولك ايه هو العقد بتاع الامية فوزية هنا وما فين ايه ده انت فهمت اللغة بتاعته؟ لا ده انت كهوية جداً طب كفاية بقى الحسن هيسرقوا منك اللغة كده؟ هيلقطوها جايز العقد حلوة بس بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي ده كله خرج النجف مش ده بتاع الاستاذ فريد شاوي اللي لقى في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي مثلاً تلاقي اسجارة كده ماشية الوحدية تقوم الدية واحد على قفاة يوم الواحد ده مصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاة تقوم الحفلة تبز لا 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 يا سيف استاذ فريد شاوي كان بيستخدم العقدة في الخير ايوة عشان التعويزة ما تبص مظبوط احنا كمان هنستخدمه في الخير تخافش يا عم مش اصحي العقد اه اه اتحكت عليك طب احنا هنعمل دلوقتي يوغل ده هيفضل وقف لنا كده مش هنوعف ناخده العقد خلاص نقتله لا مش هقتل تاني لما بقتل ما بعرفش سوق ما بعرفش سوق بس 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 بسوا انتو دلوقتي تتلعوا برا اعملوا اي سين اعملوا خناقاء اعملوا دوش عشان انستيجي وراكو عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليسي راف حتى تانية فهيرمي توبة يمينو والناس تروح شمال عارفين؟ يعني عايزان هنحدف توب شريهان انت فاهماني خطيبك بجد غبي قوي فاهمة فاهمة اوكي انتو طلعوا وانا سيف هنسرق العقد انا مش هسرق حاجة خلاص يا سيف انا اللي هسرق يلا اطلعوا ماشي ما تسرقي اصاي يعني والناس اللي واقفها وراناي متخلف ما تزلمنيش يا هاني ربنا كشفك يا هاني بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك اسطر عليا يا هاني ابدا هافضحك قدام الناس كلها والتاريخ اشهد عليك ايه ده شديد؟ ايه سطل بره ده ده اكتشي مش ببره ده انتو كلوك هتروحوا في داية كده اهو عاشق يا اهو انت انت عاشق يا كلب كمان بتحلف كذب اسرق العقد انا مش هينفع اسرق سيف نا عشان خاطري اسرق حاضر ايديه الطقف بتتشلي لما باجي عند العقد ده مش قادرة اسرق خلاص بروح الوان بروح هو ده اللي انا حبيته كفاية انه هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونه قبيض عادي طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر مستني اه لما يسوي بقى برتقاني يا هاني ما انت السوا بحاني انت بتتفرج علي رائب الناس انا مش حالي انا مش حالي شكرا يا نهار اسود الانجاي سنعمل ايه سنعمل ايه اصبحتوا فرنا يالله معيه ستيبا انت عملتي مش هنزليزيا عشان لهاب سابورنيتا انا كمان مش مصري لكن اخب مصري كتير اه وخياتي الخسين اسمعوني انا كوستا كوستا اليوناني أنا كوستا اسمعوني انا عايز الكونسول بتاعي انا كوستا اليوناني يا رئيسون جدعي يا بيت يا نيل لانتي تلاتي يا بيت ما جابتكيش ولاد انا مش فاهم انتي بتقولي ايه بس اي جاس بتشكري فيا انا زكاية جدا عمتان مش وقت تثبيته بعد يا اخوانا المهم دلوقت هنعمل ايه في موضوع العقد يا ده انا مش قلتلك بلاش الفحم اللوكشة ده نتورلي سماسي حاضر معلمة والله ما نعرف هناخد العقد ازاي ده المتحف عليه حراسة طول النهار خلاص نخش بالليل يا تصدق فاتتني دي فكرة زكاية برضو صح واحنا داخلين بقى نقول لهم ايه ياه بل داخلين نقيل عندكم ساعتين حتى لو عرفنا ندخل بكمية السيكوريتي اللي موجودين دول وتقفاشنا جوا هنتحبس وش انت عبيت خليك انت بس في مهلة السلطة اللي بتشربيها دي ده دي توكس يا متخلف ايه ده خمرة جال يا شوشة بتذكر كده واحنا قاعدين بس يا جاهل ده ده دي توكس ومفتح الباب ايه دي توكس ده منظف يعني ولا ايه بقولك ايه هو دي توكس ده اكيد بش خمرة بلاش جاهل بقى كفارة عمي سيف تعالى تعالى بنضرب دي توكس تعالى هاي سيف انا تعبته خلاص انا عمر في حياتي ما دخلت اسم عرفتكم هالي اسبوعين بس دخلت الاسم مرتين اتضرب واتهان واخب بالجزمة واصدمت مماشي نشغل مع عطا عيب وقالي روح يا هبل كده لقوا كلكم واللي عملتي في المتحفكم عملتي ده ده اللي وجمي بيغو كنتي واخدت بعدك ومشيتي وسبتيني ايه يا سيف كنت عايزني تحبس معاك يعني بص يا نيلي انا معاك في اي حاجة بس ما تكونش فيها خاطر على حياتي ولا على سمعتي خلاص ساري ولا خش اسم شرطة قلتلك ساري ولا اشوف زباط ممكن توقع تبقى لسمعات عشان ورانا حاجات كتير نعملها طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف ادوا العيش لخبازوا ندي العيش لخبازوا ازاي يا خالتي قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعها للسيكوريتي ونحط لهم في منعهم في نامو احنا نعرف ندخل انا عزي مش كل من راس الثواني قال على نفسه حلواني بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم دزورة حلويات يعني مش فرقة كتير انا عزي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف حرامي ويسرق المتحف انا مش مشترك معاكو في المؤامرة القاضرة دية ما تهزا بقى يا عمي سيف خلينا نعرف نفاكو واحد واحد ارتاح كميلي يا معلمة هنجيب حرامي في الاصل كنخبازوا حلواني انا هنزل الفرن للأفرنجي يجيب لكم الحرامي دا أفرنجي ايه يحطر الحلواني دا يبقى جو زمك الله يرحمه كتك ستين نيلة انا عزي تنزلوا دلوقتي على قهوة الحرامية تستلقاطو لكم واحد حرام يكون كويس كده وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانة دي كلها انتي تعرفي حد هناك يا خلتي دا نعرف نائب الحرامي حبيبي خد خد يا متني ايه طلع نمرته من على الموبايل هتلاقيه متسجل منعم الحرام منعم الحرام مسجله كده ايوه ميش حاضر محمود الأردن مصطفى شروكي سودا ممالاش بقى كده هتفتش الأسرار ميش مين مصطفى شروكي سودا اتنيل شوف نمرتك حاضر حاضر منعم الحرامي ايه تفضل يا معلمة ألو ازيك يا واجه منهم وازي يومك اتقفشت طب والبت دوح ايه اتقفشت بردو اه ده الشبكة كلها وعد بقى امه ليه الاداب شادت جامد اليوم اندو خالتك دي جامدة بس اي نو امه البقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب ايه ده انا كمينو انا صغيرة لما كنت بعلا بحايد انسيك كنت باستخبها في الدولاب بطلي جهل بقى الدولاب ده زيت دوتوكس كده سي استخفى الله انا هبعتلك ناس حبايبي عايزك كده تستلقت لهم حرامي هو انت مكانك فين دلوقتي ايه لا لا تب استنى هتديك واحد توصيف له الطريق عشان هو اللي حيسوق خد ايه عايزة ايه خد ردة على الراجل يخرب بيتك ده حرامي انا اتكلم حرامي اه خلتو صفاخت خليني اتكلم حرامي انا يا عنيت يا ودي اسمعك يا ودي اسمعني اوه دكتور ما هو حرامي اوه اعرف خد يا ودي ام سهوك انتا ايو فاندم اهل ومسهل ازا حدرتك يا فاندم فين المكان بقى فاندم في الحكورة عزبة العرانيس ده فين دي بقى في مدينة الشمامين خلي اعمل لك شير لوكيشن على واتساب شير لوكيشن ايه بيقول لك عزبة العرانيس اقول له شير لوكيشن ايوه ايوه انا هاسأل انا ايوه هاسأل واجي اوه حاضر متشكرا اجيلك عند البطزايا نفسها في عزبة العرانيس حاضر افادنا طاير ماشا هنيجي امتى بكرة بكرة اوه بكرة معال ماشا فاندم مع السلام مع السلام يا زوق قوي انت مع السلام بايبوت سلام انا مش هشترك في المعامرة القاجرة ديت يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا هتجي معنا يعني لا هاني ايه ايه المكان ده؟ متقلاقش احنا ماشيين صح انزل بس في المزلقان ده انزل فين بقى ايه حق هاني ايه؟ في واحد معه بلطة بلطة ايه هو ماشي في الغابة غابة ايه بقولك بلطة مش بطة ايه يا عم سمعتها ديت ماء سنجة السنجة ايه السنجة دي؟ السنجة دي السنجة دي قلة موسيقية بيعد يعزف عليها يعزفها ايه يا سيف ايه يا سيف الغابة ده معادي يعني مانا وبنزلش من بيتنا الا وانا معيها الأرن أرن فلفل؟ عشان تشعواطي اي حد في عينيه متقلقش متقلقش عم سيف انت ماشي معاك هاني ده بدوب متقولي حاجة يا شوشو دي اللي قاعدة صغرة قوي ده دوب بدوب بدوب بيه الحق في طفل صغير مش لابس بمطانوم اكسن بالله اهو ايه ده فين ده؟ ايه ده ده مش صغير ده كبير لا لا مش هابس تجدنا فين يا عمي بس؟ ماشي متخافش ماشي 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 المكان ده يا نهار ايه سود السوق افقف هتدوسه مش عايف عايز ايه بق تلاقش دول اهل المنطقة لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يأمنوا كده هوت مش انت في منطقه لما بتلاقي حد غريب بتأمنوا؟ هاني انا من مصر الجديدة مصر الجديد بيخل شاحة وليه 20 مليون واحد كل يوم اه فانا بقى فمدال روكسي يأمن الشعب خلاص خلاص انا اتصرف احل الحوار ده انزل معايا لا انزل انت لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في الموادع دي انزل انا خايف انزل انت نازل معايا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش بس يا مدير سكة كده عشان معانا حريم داخلة والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده يعني يشغالين ايش طب يقولوا يعني انت ايه يا با انت مش شواف ولا ايه انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب مين؟ هاني الدبدوب وطرى بقى دبدوب بحجرة ولا زنباليك حالات صلاح حلوة يا سيب بتنايل ايه بتضحك علي ايه؟ عشان اباني بنحب بس اخرص خالص حاضر لا يا ابا هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقة السلبية السالة عالنبي اه وروح بقى اسأل كبيرك قوله مين هو هاني الدبدوب انا ماليش كبيري اه ايه ده طب اشتري لك كبير انا كبيري انا الله ايه ده معلش عشان اعملش من المنطقة دي يعني حالك الكبير بتاع المنطقة اه اه ولا لأ انت يا عمي بقولك اه عليش انت قلت الجملة والنفاتة برضه في نفس الوقت معلش اصلي شكلك صغير برضه وما يبانش علي ان انت كبير انا شاب لكن ولا عمري الف عام شغال في محلر خام وابوها شغال في اللحام ما تاخدش على الكلام عشان عندي سكام انت النجاخ في برشان على الطلاقة حلوة حسن انا ابن حنك زي ايه بتحسن جاي تعمل ايه اه جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي ما تغذرش هو بس اللي غذر ماشي حقك علي معا ؟ story رجل جاي عشان عابل المعلم منعم معلم منعم مين المعلم منعم مين ثانية واحدة شو شو اه يدب دوبي المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه اسمه المعلم منعم الحرامي ما عندناش حرمدة اعسلوية اعسلوية اينها اديب دوبي دي بيقول اعسلوية خش يالله خش جوا طب انا جوا 초�ف location جايين للمعلم منعم لو سمحت يعني اندهلنا على المعلم منعم مفيش منعم هنا التكن على الله حشان ما اعملهاش معاه منعم ياه لو سمحت انت ايوه عسل لو مش عالف مين المعلم مين عموسه علينا عشان احنا ندور عليه ايه الاساتوك ده بقول لك يا زميلي تعال اقمارني انا امشيك الله يكرمك بس ايه ليه الطلب سؤن قن ايه طلب ايه سؤن قن ايه اقمن عادي سيبها وخد عراقها لا يابا خدها بعراقها يابا ما يغلاش اه ما يغلاش عليك اخلص عراقها ده عنده في ملت من المجموع انا 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 اسف جدا انا مش عارف عملتك ازاي ايدي انت هتفى هتفى علي هتفى علي هتعمل ايه هلا تطلق لا تموت يا دي النقاط انا تطلق هلا تطلق لا تطلق انت هتفى علي انا 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 اهلي حامد أخوه شوي حامد وجاين لك من طرف الست الصباح صباح العيقة الايه العيقة جايز اه 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 هي عيقة اه سبوهم ارديك يا سيد المعلمين يتكاتروا علينا ويلونا وعلى حرمنا وانوا قف ساكتين من غير ما ناخد حقنا انت وجه انت ضربونا هنا يا لأ انت جاه تضربنا هنا يا لأ في منطقتنا انت وقل ايه والله يا لحم باطن الصبح يا انت والا اكزخانا بحالها خد يا شيبة يا معلم رو هتعيش فينو ولا قايزر يا معلم فينو فينو ماشا معلم انا حييتك من تاني استغفر الله العظيم معلم انا اللي كنت بتضرب انا حييتك من تاني استغفر الله العظيم يا رب الجراءة حلوة مفيش كلام بس اخذ الحق صنعة واللي انت عملته ده مفيش فيه اي صنعة ده دخلة انك لميت وانهم لميتون واضح يا معلم انك متأثر بالفيلم ده قوي فيلم ايه فيلم ايه مش بعدين معاك سجاير ما انت بتشرب معاس اللي هو يا معلم انت مالا صح 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 تصدى السجارة يا معلم هات العلبة كلها حط السجارة انت فديت نفسك بالعلبة دي ده لو ادنالك الشيبس يشوفوا يعلم معانا ايه انا حشغلك معاي ماشي بس انا مش بطولي ايه فرياجي ماشي مش اهواج انا والنبي يا معلم فوقك بس من الفيلم ده لحظة وطلبين منك خدمة احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك عشان لو مؤخذة كده عايزين نعمل عملية بل حتة كلها حرامية لا ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي اترشح لنا حد مقدرش يا بنتي كلهم عزة واحدة كلهم اولادي احنا قصدنا ان انا عايزين حد يكون تراستورذي اه يعني حد تكون بتضمنوا بس اضمن مين دول كلهم حرامية انتو تروحوا على القهوة تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه اه احنا نروح نعمل اوديشن للحرامية اوكي ولو حصل حاجة قولوها معلم مين عم دي معلم مين عم دي زي يعني زي جازر يعني دي التعويزة اه نيلي ده تلع خارق واو تاكلوا انتو على الله ماشا باي يا معل كود العشة اوه انت سبتوهم يمشوا احنا كده بنتفف عبنا مبلاش يا رباق ولا لو عندك علبة ايس كريم في الفريزر والنور قطع تاكلوا هو سايح ولا تستنى ما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكلوا طب ما نجيب واحد جديد اسهل همعلي وكتر مصاريف كتر مصاريف ولا يا رباق يا رباق يا رباق نمعك الكاميرا تصورك هنا موسيقى 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 شربوا يا سبزة يا معل المنعم يا معل المنعم بس يا سيف ده القهواجي أم اللبس كده ليه الله يكيمك عايزة واحد شاي حاضر الشاي خفيف سكر زيادة على عيني أنا أكيد مش هشب حاجة عندكم مش أنت لما بتغسل الكوبيات تغسلهم بالمية كده وخلاص مظبوط شكرا أنا مش عايزة حالي مش شي عصير فرش لا ما عندناش عصير إنما في شاي وقاوة وحشيش وبانجو برشام على كل نوع طلباتكم طب أهاتلي شاي وبرشامة بنادول آه دكتور مادول يا أستاذ لا أهاتلي شاي وخلاص حاضر يا أستاذ معلم علش سك بقى الشاي ورسلي الحجارين حشيش على بانجو من عناية ساكلانس حاضر هم ما بيبيع دراجز هنا عادي كده؟ آه ليجي أنا ما عرفش أنا طبعتكم إزاي وجيت المكان ده عشان ده لدول ودي الجيت اسكت بقى خلينا نشوف هنختار مين ها ها شايفين الراجل اللي هناك ده؟ شكله كده خطر قوي هو كان خطر بس بتقالي إن التاني ده أخطر منه أخطر منه؟ إنت ما شفتش عمل في الفحل إيه؟ هم اللي هعمل فيه نحن إيه؟ بصوا بقى إيه رأيكم في الكيوتة ده؟ ده؟ ده عجوز قوي يا سيف ما هو ده قديم خبرة الدهن في الدوالي ده إحنا ناخده نعالجه مش نخليه يسرق لنا بس بس أنا لقيته شايفين الهادي الغامض اللي قاعد هناك دهوت؟ شاكله أحسن واحد يتكتك لنا ياد ده مخبر ياد إيه تظن ده عرفت منين إنه مخبر؟ أهو لبسه عام زي الأفلام له بيد واسود إنت ما شفت الشروق مغربت؟ شفت شروق بس متعياتش ياد مفيش حرمية جدعان يا عياتو هزبطه لك دلوقتي يا عم ريدا أهلا أهلا أهلاً أهلاً وسهلاً إيه؟ بتشك الواد في دراعه ليه يا عم ريدا عايل قليل أدب بس كما تقول عمل يثبت العيال في الحارة ما يثبت العيال في الحارة ما بيتضرب عشان يبقى مجرم قد الداني وبعدين تعرف الواد ده تابع مين؟ ده تابع المعلم سلطاني يعني مش هيحلة لأن الواد ده من كلم ذاته وكان بيعمل الهومورك على العموم إحنا خدمين المعلم سلطان وعياله معليش يا حبيبي عندي دي لمؤاخزة حلوتك يا أخوة ونعمل بيها إن شاء الله لمؤاخزة دي نصرفها منان يا جزخانة خلاص يا ست الستات شوفي قللي خلاصك وأنا خدامك هات ميجنية ميجنية ليه؟ هو قللي ليه مش عشان نعالج الواد اشي مقرقرن على شاشة على جاز على زقفة على دماغه بس 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 الميجنية هي ست الكل وما تزحلش روحة أتو ما تبقاش تعملها تاني؟ على عيني يا عيني اوه خد يا اوه عشين جنيت ديها لأمك وسلم عليها عشين جني بس انت لسه لا أسعر لاجب في مياه انت ملك ياد لا أصعب شهد بدل ما كشمك في واشك امشي أعلى تبو دي اللي عريك والله اللي قوله بيت شفشف لي والمصعف للك بالك في وارك كم شيئا هابا هابا هيا دي هيا دي ايه هيا دي اللي هتسرق لنا المتحف دي ايه دي بنت طب وما له البنت البنت دلوقتي بقت مدرسة بقت محامية بقت دكتورة مهندسة ديلر كلام دي ما هتقول ليه في الستات ما عارفوش كدبه مع مفيدة شيحة واصحابها دول يا جماعة بس هي مهما كان هي بنت انت ليه كده بتقول على البنات ان هما حاجة قليلة ما انا قدامك بنت هوق اكتر واحدة في مصر عندي فالوورز على الانستجرام ابقى ناجحة ولا مش ناجحة يا ستة مش قصدي ومش وقت تحقوق مرأة انا بتكلم ان الستة تخينة تخينة هنيجي نقرب بالعقد تجي تتزئر في اي حتة دايقة ومش رعب نقرب انا فكري مش مشكلة خالص انا شفت الناس كتير قوي بتقتل جزوم بتاكل اطفالهم وهما كلابيز عادي انت مش بتشوف سبايا الخير لا بشوف زابويس خلاص تعالوا يا جماعة تعالوا نروح لها انا اصلا شاكك ان دي بنته وشاكله هيطلع ابراهيم نصر لا لا ما بعملش ميالب سوري خلاص ما تزعش عم سيف يلا يلا نروح هاتلي شيشة يا ابني هاي السلام عليكم الفضال ممكن بس ناخد من وقتك كده خمس دقائق اعوضي يا اخت احنا عن قدع نظرات ولا ايه خلاصه اصلحنا معجبين هو يعني لما اخذه بس حضرتك ولا حضرتك يو بقى حضرتك وحضرتك وأنا عبقى نستذر يا جدعان حضرتك والنعمة بات 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 انا برضو بشبه صح؟ صح اصدق على البيت ساميرا بيرل للفيلم الفرح بصي حضرتك الشخصية دي قصة مكتبصة مني يعني عارفة دوني يا سامير الغنم الكاتكوتر على السورة دي جات قاعدة مكان حضرتك هنا انا بقى شربتها الكاركتر لما ققنته والله والله يا جدعان ما تفكرناش بقى بالحاجات الحلوة دي واتطلعوا البيت اللي جوايا اكيد في حاجات تانية بواكي غير البيت اللي جواكي اكيد طب هو حضرتك حرامية؟ حرامية ايه عبلا تف من بؤك انا مش حرامية انا ممدش ايدي في جيب حد امال ايه بس؟ لا انا هتجامة الله وهتجامة في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكرة النسائية لا انا مش هتجامة في فريق كرة انا اسرق منزل اطفش خزنة كده يعني تسرقي مدحف؟ اسرق مدحف اسرق مدحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول ود اسمر ينهر احمد ينهر ايه سود ما تخلصونا يا جدعان مدحف ايه عبلا اللي اعزانا نسرقه؟ بس المدحف ده قبل زمانه تلاقيدي الوقت يعني بصي لا باش بقى وتلاقي كله اجهزة انزارات وكلاب حراسة بخاف جدا خدني معك هاني انا هركب مسروقة مسروقة اه يا شوية هفيات معرفت شربي بقى حتة بيتي زي يجي تقلبك وتخلع؟ مش انت اللي بعطينا للسبوت ده بتاع الحرامية؟ كنت عزام يعملوا فينا ايه سرقونة طبعا والجوز الخل اللي كانوا معاكم ما عملوش حاجه ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس والبيت اللي علمت عليكو دي كان شاكلها ايه؟ تخينة كده تخينة كده لاا هي مش تخينة هي متقورة طويلة ولا أسيارة؟ اسيارة هممم! مدورة ومكعورة وقسيارة هاها. وبتتكلم زي البيت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ أيواчив بالضبط يا خالتي folونها موقف كده خلاص عرفتها هي مفيش غير فاتحي لا ايها ابنت مش ولد ما انا عارفة ان اها ابنت انت تعافيها بجدا يا خالتي ده نعرف ماء يا مفاتحي انت يا ولية يا مفاتحي اطلع يحطي الدلديني ورجي علي بدل ما بازع كرمتك في الحارة كلها مين؟ ست صباح؟ يا أهلاً وسهلاً لا أهلاً ولا سهلاً فين الجاموسة اللي شبه البقرة بنتك؟ وإيه لازمته الغلط ده ست صباح؟ استني بس هو أنتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسة اللي عندك دي تنزل بدل ما طلع لها مد قدية في كرشاقة أطلعها من زورها وأقلبها لك ده هو زي الشرق خلتك جامدة بس مال على أموم هي مش هين خرجت خرجت راعت فين يا ولية؟ ما عرفش خرجت وانت هتعرفي عن بنتك حاجة وانت شكلت كده خشي تنيالي خشي جو عربيتي حاول الله يا ربي انزلي من العربي يا عربي يا عربي انزل يا بيت إيه يا جماعة انتوا فين؟ معقولة كل ده عمال أدور عليكم بتدوائي علينا ليه يا فتحة؟ عشان تقلعينا هدومنا وتستعينا؟ حد الله ده أنا قلت بس روح مشورة على ما تخلصوا وتجولي طب وبتاخد العربي معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليها لقيتها وقفة قلت البطارية هتنام قلت سخنالك والله فين الحاجة يا بيتة حرماية؟ حاجة حاجة ايه؟ انت حتستعبط يا رحمة ما تطلعي الحاجة ما ده المعمل معاك زي ما عملت مع السيد عظمة فاكراه فاكراه إلا سيد عظمة اصطلق يالا خلاصي أولا انت جمدة جدا مرسي يا عظمة عملت ايه بقى مع سيد عظمة؟ لأ لما تكبري بقى حب اقولك بعدي يوار خذ يا ست الحاجة بتاعيكو ايه؟ كاملة؟ كاملة خذ شوف الحاجة دي لتكون نقصة حاجة عشان اخلص عليها نقصة مفيش حاجة تنقص معايا فيل الحلقة بتاعي؟ حلقة؟ حلقة ايه؟ الحلقة دايمند اللي انت لابساه اطلع بيت بالحلقة يوو خذ يا ست كنت اروح بقى انت كلنا حرمية في الخير مسكة؟ هاتي يا اختي خذ حبيبتي تمام كده؟ تانكيو هاي خلاص قلنا تمام؟ وقال لي تماما يا رحمة؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسالدة انت بتحلامي يا ست صباح عليها الطلب التالتة ما كنت تعرف انه هم تابعك وبعدان خلاص بقى انتوا يعني مش جايباني من مشاخة القذر انتوا جايباني من قهوة الحرمية طب يا اختي ما تروطيش كتير في الكلام اجيكي عارفش ما تبقش تعمليها تاني دول تابعي ماشي حاضر بس والنعمة ما انت بشة وانت زعلان لازم اصبع عليك طب هتولعي على طول ولا لسه هترلي؟ انتوا لسه هتولعوا وترلوا يلا يا خلتي عايزين نروح اي يا بيتة خدلي نفسين بس تعدل دماغي عالصب خلاص مفيش مشكلة نعوضها المرة الجاية ان شاء الله والمصلحة بتاعيكو اعتبرها مقدية والله هنجيلك مرة كمان عشان تسرقينها تاني فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن انت هتقعد تقتتني قلتلكو والمصحب ما كنتش عارف انكو تبعي الست صباح وبعدين خلاص المرة الجاية اي ضقة نقص مني هي عارفة اولي ايه واخري ايه هتجابني على طول من افاق دي قد صاحب امك ده مفكش توق ما خلاص بقى يا روح امك انت هتقعد يتسياحيلي يا جماعة اهم حاجة نشوف مصلحتنا احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رمية الكلاب اه معاك حق وما تقلقوش منه انا عارفة ديت طول عمر كلامك انماز خلاص يبقى احنا كده اتفقنا تقول الصبح ان شاء الله على الاوى نقدر مصلحة لا صبح ايه بقولكوا ايه تكلنتوا على الله مع السلام اطلعي بيت تحضر الولع وخلهمك تحضر الفطار وقولي لا ما تنساش البيت عنايا الشقة هتنوع يلا سلام انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت تترجع العربية بتاعتي يا خلت وصموحي يا روح قلتك صباح مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي طب لما تعرف بقولي سلام بقى حبيبتي يا خلتو يلا عند ليه خلتك دي ارجل من خالي يعني هم راحوا قهوة الحربية عشان يسرقوا العقد مظبوط ساعاتك اه طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده الله واحنا نخليهم يسرقوا ليه ما نسرقوا احنا الاول واحنا نتعب نفسينا ليه ما نسيبه هم يسرقوا وبعدين احنا ناخد العقد يعني تقصد هم يسرقوا بعد كده احنا نسرقوا منهم ما انا قلت ايه مظبوط اضاعي الله عليك يا ابو المفהومية يا بودما غت quêتال بالداب يا ريس يا عبد ابوب الداب يا hut اعجب ساعاتك اوقتك بحالوا اقول الكتاني يا بودما غت occupyتال بالداب يا ريس يا Hud eyeliner خلاص بقى منترخبش بقى ما انت وقتÜلتلك حلو انق طول الليل انا اسف أمالي عايز عينك عليهم على طول وأي حاجة تحصل تجي تبلغ علي حاضر حاضر ساعدك بس هو كان في حاجة كده كنت عايز اقولك عليها خير مفيش من ساعة كان العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على علم ماشي نفسي بيها قص عليك يا ضاحي انت طلبت حاجة وانا قلت لك لا لا عجري حش عنك حاجة لا طب ملما هو لا لا ومال ايه ليه بتقولها بانكسار كده اه صحيح قص عليك لاحظة واحدة ربنا يباريك لك يا رب بص هناك الملحة بقى روح اجيبش فانت عشان اخد فيها اخد فيها دي ودعمك بيها ايه انت اخد عشق ليه والبقى تروح لك زخانة تجيب لي بيه ده والضغط طب ممكن اجيب لي ساعتك شريت واجيب ليه شريت هاد اللي ده والضغط يا ضاحي بقولك هموت حاضر انت ماشي بالمكره حاضر 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 اخص عليك اخص عليك اضاحي بجد اي هف نو اي دي احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرمية تاني عشان تسرقنا تاني على فكرة انت اللي جيبتيني هنا تاني ومشينا وراك تاني وجرجرتين وراك تاني امال ايه يا سيف انت عايزني اجي المكان ده الوحدي يوووو مان خلاص بقى انت هتبضاي شكاية بكاية كدا احنا كده كده عايزين نجيب العقد وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش ولا ايه هاني مظبووووووووووووووو fears لا تسيب الحشيش ياضي انت جاي تساعدنا ولا جاي تستبع حينا شو شو ما تفصلنيش أهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار هتعيش راجل ولا هتعيش مبسوط طب وانت ايه؟ انا الحمد الله مبسوط يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فاتري عشان نخلص من مكان الزفت اللي اعنا عادين فين الوقت بس بس اهي جات اهي بس يا ما انا عامنا في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان لبنان انتو بتستعبطوا ولا انتو مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانة يا رانيا يوسف يا عام رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية ما هو المسلسل اسم الخنازير البرية؟ بجد ايوه الستايل بتاعها خطير تبتطيرها ايه؟ شايفة شايفة الشعر الاصر بش القرف اللي انت عام لهنه؟ اه دربالنا راسك بمية اكسوجين وعملالنا على فرانكا اخ راسي بدل بجد وحيات ربانها عايق السلام عليكم وعليكم السلام ايه اللي اخرت كده يا فتح؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان العال في الحتة بهدلون طول ما انا ماشي يجروا الشعبات يجروا الشعباتو طيب وما فرملتش فجأة ليه يوقع على طول مجادش بالي بقى معلش حمد الله على السلامة يا ست فتح الله يسلم يا ست فتحي اغمع الجملة دي مش راجبة معايا مفيش حاجة يسميها الست فتحي ايوة صح ايه موضوع فتحي ده يا فتحي انت باباك يسميك فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمش لكن انا اسمي الحقيقي جايدة طب والنبي وانت جايدة هاتيلي معاك ولعا ممكن تديني شفتها؟ اه تفضل سيف ايه اكيد اسم جايدة عليكي اغرب كتير بالنسبالي من فتحي فاحنا هنقولك يا فتحي عادي ميش يا جماعة ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت اشان انا متوطر جدا وما قالوا المكان ده ده انا بفكر اتجاوز وعد هنا بقولك يا ست فتحي نعم اخبار القانون الجديد هنا ايه لا والله جيت لي متأخر اخر تربطين لسه مقجراهم سيبك من الوقت المصطول ده خليكي معايا انا دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العود اللي احنا عايزينه من المتحف اعتبرين معاك يا عبلا بص يا اسادزة اهم من الشغل تثبيت الشغل وتستيفه احنا بس اهم حاجة نعرف كل حاجة عن المتحف المتحف ده تأسس سنة 1838 كان بتاع واحدة اسمها نازك هانم الغندقلي نازك هانم الورصة بتاعتها اللي هم احفادها اتبرع بله وزارة الثقافة سنة 1857 لما اتبرع بله وزارة الثقافة سنة 1857 اتبت عبت في دماغك يا كابتن ولا ايه تاريخ تاريخ ايه انا مش عايز اعرف ده انا عايز اعرف كل حاجة عن المتحف يعني عايز اعرف مداخله مخارجه البروز المناور فيه لما اخذ كام كاميرا مع الشياء جوه المتحف ودي عنا عرفها ازاي بقى يا فلقوسة فلحوسة لا فلقوسة احلى عليها مش فارق هنعرفها ازاي بقى هو انا عويلة حضرتك يعني مستنية كي تيجي تقول لي هنعمل كده ازاي انا صحيت السبع كده رحت الفكرة فتت ونطت في دماغ رحت قلت ايه يا بيت تلبسي سايحة اجنبية انت كده لابسة سايحة اجنبية اه طب وحيات باباكي اللي سميكي فتحي انت كده من بلد ايه بصي هو انا ارجنتيني قلب على قرباني يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي احلى كلاب الكلاب البولندي يكرم اصلك المهم بقى وانا روح المتحف لقيت واتشي كميكي كده مع عدة اصلي رحت سالتها منو العدة بقى رحت مسورة بيها كل حاجة بقى من الصغيرة الكبيرة في المتحف حلو قوي فين السور بقى لا اما انا بعت العدة وانا جاي وخدت التامة ايه بصور اما ليه انا خسار فيها انت حرمي زكية قوي ما شاء الله ما تلاقوش يا اسادزة المتحف كله هنا هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان ايه اللي جابه هنا ريح ريح انت بس يا هاني ملكش دعوة بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي بص يا امور انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على نصيتي يم قبلي ويم بحر احنا بقى نخش من اليم البحر عشان تراوة طب اليم البحري دي بقى من اني شارع لا يا حضرتك مش على شارح دي من المية جوه النيل في البحر اه يعني احنا نعمل نفسنا تمسيح طالعة من النيل عشان الناس تخافوا تجري تمسيح ايه يا كابتن هنخش بمراكب ايه 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 انت تلاتي زكية على فكرة انت عارفة النيل بيجيب positive energy سيبك مليعالي السيس دي وخليكي معاي انا دلوقتي احنا هننفذ العملية امتى يا معلمة نجفة اولا ما اسميش نجفة ناس مختك فتحي وانا شافك المتوترة كده واخد العملية دي على صدرك وزعها بص يا قبل احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جاء العملية بنشد فلازم قبل كده نرخيع المهم يعني انتو النهاردة بالمشيئة كده كلكو تجوري في مارسة المراكب اللي في المانيال ونتكل على المتحف امين؟ امين احمد واسمعين كيف المكان ده؟ هو هنا؟ اه شكل عفاريت او انت خايفة من العفاريت؟ لا خايفة من المكان ايه يا فين بقى الست الهانم؟ معرف لا انا بتخض ايه ده؟ ساموا عليكم ايه راح فين؟ ايه ليس ساموا عليكم ومشي؟ انا جاي ايالكو هو فاتحي انا عايزة اسألك سؤال فضالي هو انت وانت صغيرة لما قالوا لك ان انت هتبقى حرامية ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنيباشوا بكبر معانا بكبر معانا ايه؟ يعني انت بتخرج من بيتك كده عادي بتمش بالشارع عادي؟ ايه عادي باين جدا يعني بتروح مثلا تروح تشتري فولو طعمية باللبس ده ما عنديكيش مشكلة ده لبس عصابات من ساعة ما الدنيا تخلقت من ايام عصابته القناع الاسود ده عاملها في عنتر وليب لب سيف؟ مفؤوسة مفؤوسة جدا دي مش اول مرة تسرق هيا عارفة كويس هيا بتعمل ايه؟ قوليه لو والنب قوليه لو عشان بس ما فيش وقت والنبل للرق ده ويلا بنا نشوف شغلينا ايوه يلا يا جماعة نسرق امساوك ساعتد يلا بينا يلا عن ماركب يلا ماركب بيها هنركب الماركب دي كلها هنتفدح تعالي يا بتاعي اوكي بقى في حاجة تانية نزلني نزلني تعالي لحاجة على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك ايوه شكرا هنركب في اللوكا ايه ده يا شباعة دي عارفة ايه ده يا شباعة دي عارفة على تتابعي ايه اللي في واحد في الماركب بيعك ايوا يا بني هي عندها تيم بتسرق بيه ايه اللي في مهلك ايه اللي في المحكم موسيقى 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 تخفيش اموره خش بس احنا كده وصلنا المقار نبتدي بقى نوزع المهام يلا شرهان وهاني هتخش المتحف تشدوا سكنت الكهرباء تقطعوا النور عن المتحف نلي وسيف تخشوا عند العقد تجيبوا العقد والجولة بس وينسي بقى يا فتحي أتعملي إيه؟ لا أنا أعجي على خلطي هنا أسكنة في الكتكات أخدها فسحة شوية في الفلوكة الحلوة دي وأنتو على ما تخلصوا تدوني رأي الناس غنانة أجلك الرواح سوا وحياتهم متل جريب لا في إيه ما أنا قلت لكم من الأول إن الشغلانة دي محتاجة رجالة معاي الله وبعدين نقسم بقالي كتير ما عملت الشغل بإيدي وكمان ولا اليكتو على مكانتي الاجتماعية اسمحولي بالشغل ده فاعم عزة العلال يووا إحنا راح نفجر إلاتي وبعدين إيه حوار مكانتي الاجتماعية ده أصلا أنا أصلا إيه؟ بصوا من الآخر كده أنتو شكركوا ولاد حلال وأنا حبيتكو يعني زي إخواتي واتسمت فيكو الخير فبص أنا أعجيلكو على الضغري وأحكيلكو بصراحة أنا أصلا مش حرمي أنا بسرق وأنا مجبورة الله يسمحك يا أبي خلتني كده مقهورة طلعني ليه حرمي إنسانا مش بتربي إيه ده؟ هو إحنا طرعين نسرق مع فؤاد نجم استنى، هي مش دي أغنيت مع احترام أنا مش حرمي ده بتاعت مين دي؟ أحمد فؤاد نجم بقولك يا فنانة هتعود يتقول لنا بها صعبانيات وتغني علينا الكلام ده ما يقولش معانا إنتي قبضى فلوس وإنتي اللي هتخش تسائل عقد خلاص يا شريهان لو هي مش عجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضة سيد عضمة هتعرف تتصرف معاها هتقرفونا كل شيء صباح صباح الشغل أنا المنايلة اللي أنا غرست نفسي فيها دي قلصونا يا جدعان هطلع معاكم يبقى استبينا هطلع أنا وفتحي وسيف نجيب العقد وإنتو ترقبولنا الجو سيف إيه؟ ما تطلع إنتا وفتحي وشريهان يعني إيه؟ البنات تدخل تعمل المهمة وإنتو ترقبوا تتفرجوا؟ يا سلام دلوقت البنت مش زي الولد؟ فين البنت المهندسة والمحامية؟ هي بقت حرمية مش هرد عليك معلش المرة دي هتبقى لها درجية يلا بقى أنا مش عارف إزي أنا هطلعك وأطلع أسرح أنا دلوقت سيف كفهاية دلع بقى يلا ما تعطلناش خذ يا عم الوضر الخير خذ الشافيه عشان ما تخافش معاك تورتش ايها تنورلك جوه يلا بسم الله الله واجه يلا يا عم حاضر عم إبراهيم هنا خنقة قوي خلينا نطلع نستناهم برا في الهوى بقولك إيه؟ مالتي محكتلكيش عملت إيه مع سعيد عظمة؟ لا مش عارفة هي قالت لينا هتقولينا لما نكبر آي جاس حاجة عيد تجري أتقري خلي فتحي انت هتبعيني أو ليه؟ فتحي شايف البوزيتيفيتي اللي طالع من النيل؟ الجو تحفى شامانتي البوزيتيفيتي اللي طالع من شكمان الماركد؟ مرة شايتش في سيدرغاش لقته؟ لا طبعا لأن انا مش بتشوف الحاجات النيجاتف اللي زيك دي طب ونا بيتلهي على عينك بقى بالنيجاتف والبوزيتف بتاعك ده عشان انا شك ان الوادهاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانة دي تسكة ان المتأكدة ان اهاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش انعرف مجبله وجهة نظر يا نيلي اول مرة تقولي حاجة صح تعالوا فتحتوا نيلي ايه علا الغبابة دي؟ ايه انت علا غابة ومتخلف خلصونا لنخرب بالكو، تعالوا تعالوا انت ايه؟ روح من هنا هتلاقي سكنة القهرابة شدها وتقطع النور وجن عند العقد يالله ماشي يا معلمة وانت تعالى اجي فيه خلص فيه يا فتحي يالله بسطور يا رب العقد في المكان ده يا فتحي فين اهو اه هو ده بس على مهلك بقى بسطور هو ده اللي انتو عايزينه ايوه ايوه هو صح يا رب ما اتقرب شو النبي بس يالله اسطلني صحيح ايه ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور ايه عم السيميليتور ده احنا في درينبور السيميليتور ايه بقولي بجنريتور اللي هو الجنريتور ده اللي هو بيولد كهربا يعني اللي هو بيعمل ايه بيولد كهربا لعنى النور يقطع هو بيولد كهربا اه انت اصدق اليو بي اس انت عارف اليو بي اس ومش عارف الجنريتور ايه يا اخوي عارف اليو بي اس وبعد اما هو احنا اصدقلنا يقطع الكهربا عشان الكهربا ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل انت متخلفة اليو بي اس اصدقل معمول عشان لما النور يقطع يشتغل استغفر الله يا عزيم يا رب استسفوا حضرتك اللي حرموا ولا أنا اللي حرمية أنت طبعاً اللي حرمية طيب حضرتك دلوقتي بتشتغل إيه؟ أنا أنا مش بشتغل أنا بادرس بتدرس إيه؟ آآ هندسة كهرباء هندسة كهرباء أنا ينفع قفتي دلوقتي في شغلانتك؟ فاتحي أنت دلوقتي بتفتي في شغلانتي أنت ما بتعملش أي حي غيرنك بتفتي في شغلانتي إيه يا جماعة؟ إيه ما خلصتوش لإيه؟ هنخلص حالاً بتعملي إيه؟ يا عم خلص بقى أنت في إيه؟ الإنذار هيضرب مش أنت دلوقتي كل مشكلتك في الحياة أن أنا أخذ العقد ده من غير ما شيري الصندوق الزجاج عشان خطر الإنذار ما يضربش أيوة خلاص أنا هاخد العقد من غير ما شيري الصندوق الزجاج إزاي بقى يا سيتي كاثرين زيتها جونز هوريك حالاً هتعرف دك ده؟ خدي يا عم خلص بقيت يا لها عشت ما هتركوا الإنذار هيشتغل يا لهاوة يا لهاوة اللي عالت مسك وقال إيه؟ طيب يلا نهرب إحنا يلا يلا لا لا يا نيه مش هينفروا نهرب ونسيبهم أنا عايزة العقد برضه وجهة نظر أول مرة تقولي حاجة صحية شريهان اه 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 امسك نفسك امسك نفسك طرعب تحرق لي هالي مش شاجر خلاص ما تقعدش فيها هالي هالي قارك شئ ده واضح لها النهاية لأ نهاية ايه؟ احنا لسه في نصر رمضان طب نكملوا انتو الطريقة هالي أنا المشاهد تي بتأثر فيها أولي بس ما فيش وقت يلا نقطوا يلا يا خلاص ما تستموت لناش حالش اسنت علي اسنت علي ها بيعملوا ايه؟ هينطوا يلا اوي اذا بتطلع تغوطة اوي امو اللي انت فاكراك كي برتاج ولا ايه؟ طب انت معاكش عوامة بطع؟ لا بقولك ايه؟ ايه؟ شجع كده ونطي قفزة السكر ايه؟ لا لا اه 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 يا جماعة انا بنزل في جامد قوي محتاج نقل دم بفاصيلة دم ندرة انا كده اموت خلاص بقى يا سيف شكلها حاجة بسيطة يعني مش هتنوت ولا حاجة بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي الهدومي دم ايه يا جماعة ده جرح سطحي جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاص لدي سيل في كتفي بقولكو يا كباتي العقد ده فوش فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفة يا اختي يعني ايه فوش؟ يعني فالسو يعني اي كلام يعني مضروب يعني تلع فاتش وصف فاتش يبقى اكيد العقد ده هيوديني الحاجة تانية اه بموت بس بقى هنعمل ايه في المصيبة دي؟ طب اسمعوا احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشف وننوح نشوف موضوعي فوش ده ايه انتوا عايزين تاخدوني لحمة وترموني عظم ولما روحي للمستشفى يقوليني ملك في كتفك في ايه؟ يقولهم ايه؟ ده كتشب؟ انا مش هاعلى واحدي كلكم اطعم ايه وهدرجاركم كلكم بقولك يا كابتن اهدى على نفسك كده وبداش افوار عشان فيلم ده انا شفته قبل كده خلاص يا جماعة احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفة في موضوع العقد ده وكتفي وتشوف لنا صرفة في موضوع كتفك وتشوف لنا حاجنا كله عشان ميتين متجوع كلنا يلا بينا خدني معاك يا هاني خليك بقى هاني اللي بقى نزل فيها هاني السلام يا عم إبراهيم خلي بالك من نفسك انت واسكف عم إبراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا هيفتن علينا اكيد ده سمع كل حاجة ده مخبر اساسي اه هاني ايوا الرصاصة لتزال في كتفي انت مرجعتهش لحد دلوقتي انت اعتذر معلش لما انا اوصل بالسلامة يبقى ترجعها لهم اه اه معلش عم مين دول انت يا عام يا اللي النور العالي ده بوليس تاولي اه ده بوليس ليه ما تطوليش بقى فيها نور هكذا ماذا ماذا توقف للذيفة انت بالسوقها دي انا مش خايف عل العربية السكت كلها عمضة وتعمال بتجري مش خايف بواسبار يخش فرد الكاوتش با وزها انت عرف التيل متاع العجل بكام دلوقتي ايه يا بدهبيس يهبك من التيل خليك تيل المهم للعقد خلاص خلاص ايا بنات انا مش سابق ام واخذى وطركوا لما تحوزوا حاجة تقولولي ولا لازم ارشلكوا وادنوكوا ولا انا اتكلم اتكلم ولا حاجة انت لم تناديك الله 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 ده الموضوع اقلي بقى واتلعتوا قريب في بعديكوا تبتكنا انا بقى على الله قال حاخد خلطة فسحة شوية وارجعلكوا تاني سلاموا عليكم استنى يا فاتح احنا مش متفين اوصلك ولا ايه استنى هاجي معاك يا فاتحي استنى عشان ما انتهيش هو دهاني تعالى ايه 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 تعالى ايه ده هو انتو تعرفوا بعد دي تاني مره نشوفهم مع بعض دفنت لي يعرفوا بعض فين العقد عقد ايه العقد اللي ما اغز السرقين دلوقتي بالمدحف احنا ما سرقناش حاجة احنا كنا بنتعشق اللهي ويه اللي علاكت فاكده اه 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 ده كاتشو بس بيه حرق قوي اه مات عشان طلبتو سبايس قلتلك بلاش اللي سبايس بقولكوا ايه احنا في منطقة لبش والحكومة دلوقتي بتدور عاللي سرق المدحف يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد اه حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه اضاحة طلق حقيقي ولا خرز بقى لا طلق حقيقي طبعا انت اعذرت اضاحة انت ده ايوة ابو الدهب بايه الوقت احنا عايزين للعقد وهما مش عايزين للدون على العقد نعمل معاهم ايه اه اه نعمل معاهم ايه انت بسألني ناخد العقد بالعافية اه ايوة ناخد العقد بالعافية اللي معا العقد يطلعوا ولا فرغ المسادر ده كله بنفوخوا انا محدش يترابلي في النار تاني هو انا واقف عن عربيت بامب خلاص يا هاني اديهم العقد معاك ايش تاة العقد بسرعة 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 ثانية واحد ثانية واحدة هو ده يا جماعة العقد اللي انتو عملينا على الحوار ده اه هو ده طيب مش نقولوا كده من الاول عمليوا اللي غاسي المعدة بقى ايه ده ايه ده هلت بتعمل ايه وضعوا ايه ج الودة على الودة على متخلصっ 3 ايه هات منو الحوضةم هات العودي بقولك هش قضيرين تسعقوا خاتم هههههههههه العودة يا مدامبي ايه طيب يا بنات اك ferعوز انا كانت مشكلتي مش معاكم انتم لم اغزق قتمع جدوك اللي ارحموا بقى وانا خلاص حتى حق ايه بالسلام انتم يا الله ضاحل افضل يا مدامبي ههههههههههههههه احسن يا موزي زلاب احسن بتبلع العقد تفكر نفسك شمعاني يا سين ايوه يا امه بيبلع الحاجات انت قويس؟ اه شكت حاجة كده شو شو نا مفيش حاجة طب على فكرة يا انكل عم ذهب العقد فقشة اصلا اوكي؟ ما تجمت بقى عم سيفي ايه؟ ما احنا هامت ضربنا بالنار وبالصيوف وبالقربية كمان ما اعمل ناس زيك كده ده انا صغير لما ابوها كان بيعقبني كان بيلسعني بالمكوه في وشي ليه انت ابوك كان يأجوج ومأجوج لا بس كان بيعلمني اه هاني هاني خد الجواب ده ادي البابا ومه في السعدية ايه ده؟ انت سعود يا سيف؟ شبيه هاريه شبيه هاريه يا عم سيف ايه؟ اه فيش ولا كلمة بينك جواب كله دم كتبته دمي ايه تمام هنعمل ايه دلوقت يعني؟ نكتبه تاني نكتبه تاني؟ نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني اقول قابل حبيب أم الغالية أصيل أبكي أنزف واموت وتعيشي دحكة مصر لا وحيا ادخالتك انت ما تدربتش بالنار وانت بتحرص الحدود انت اتدربت بالنار وانت بتسرق مدحف كتبه ليه قوم من هنا بيخاطرف من الرصاص معلش يا حبيبي استحمل شوية انا حتهرها لك وحتبقى زي الفل ان شاء الله ايه دا يا خالتي؟ هو انت ليك في التمريد؟ ايوه وعنجي كمان الطاق انت كمان خريجي التمريد؟ لا كنت جاي بقى عشان شهر العاسي انها بنت اللي عاسي طب يا فالح هاتي السكينة دي من جنب هتجيبه السكينة ليه؟ هتعملي بالسكينة ايه؟ خش شاك الدبوس شاك الدبوس لا انت هتغزني بالسكينة وتعملي الطاقة كنا وتنط في الماية صح؟ وانا ميطبتشان؟ ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله دا؟ دا انا جايبها عشان اقطع بيها الشاشة السيف عامل ايه صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم انا هتهر له الجرح بشوية كولونيا وان شاء الله حيبقى زي الارض كولونيا لا كولونيا بتحرق منش هتشتلي الجرح معلش يا سيف استحمل كل دا عشان مصلحتك وبعدين انا جنبك هاتيلي الصينية دي من وراتي نيلي خليك جنبي ماسي منهيش كلنا جنبك يا سيف ما تخافش بص احنا هنعمل ايه؟ هنعد من وان تو ثري وبعدين نحط الكلونيا على طول خاله هسماشي هنعد واحد اثنين ثلاثة عشان خطرك هعمل كده صدقني مش هتوجعك ولا هتحرقك ولا اي حاجة يا ليس اباك؟ كيف استنى اغمض عيني؟ غمض يلا نعد وان تو two هي يا واج فيه إسر عتيني أنتو خممين كلكوا أنتو كذبين كذبة عشان قلتونا تعدو واحد اتنين تلاتة عددو واحد اتنين بس و رشاتو أنت خمامة يخلتو صباح خمامة يعني لو كنا عدين التلاتة ما كانتش هتحرك يلا يا هنين شوف شريهان سلامتك يا سيف سلامتك سلامتك سيف وريني الجرح كدا دي الكسبة اقبل مالك يا واده عامل كده ليه؟ بتحرق قوي مشتشات قوي انا مش قزي عالطلقة يا خفيف انا قزي مالك ما بهدن نفسك قدام البيت تنللي كده وسايف حلك ومحتلك ليه؟ مفيش مش صديقة صديقة وبسعادة انت بتسرح بي يا ولا فاكرني تلميذة بتشتغني خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة ما ليه؟ انت بتحب نيلي يا ولا انا ما بحبش اتكلم في الحاجات داية انا مليش في الحاجات دي انا مركز في دراستي وأبحاثي لكن انا مليش في الحب والحاجات دي ملاكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولا؟ فيها ايه لا بقولك ايه خلت صباحنا كويس وزي الفل وكده طيب مادام انت كده بقى انا هقولك الكلمتين اللي فيهم الخلاصة شو؟ قولي البت نيلي دي قوية ومستقوية ومناخيرها في السماء بس كل دا عالفادش عاملة زي الفرسة الجامحة وعايزة الخيال اللي يحكمها ايه يعني اخد كورسات ركوب خيلة في نازلة السمان يعني قولي عامل ايه؟ لا يا رحمك عايزات تمسك نفسك كده وتشد روحك ما تبقاش يعني لمؤخذة كده لمؤخذة ايه؟ خلت صباح لمؤخذة ايه؟ وتفكر لك شوي خلت صباح دي تلعت صيعة صيعة ايه شريهان انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة هتضايقة على ايه ما حياتنا زي العسل ايه؟ وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكراً انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي مفيش حاجة راحت ازاي يعني؟ انا عارفة انا بقولك ايه؟ مفيش حاجة راحت خالص ممكن بليس تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الوادهاني في الحمام بيلعب جمز ياه مش عايزة تخيل أصلاً شوشفة هاااااااااااااااااااااااااء هتلик غوم muchas مية عشان الشطفة ضعيفة ومش طايلة لا يا هاني متسلة اقوم بلي منديل ايتون ازاي مقارفين زي بعد كده؟ انا هرجع شوشو كمواب مش لقى ملادين بس في فوتها جنبي ، قابل لها؟ ماشي ! بس عينها على جنبي عشان محاش يستخدامها بس قال له في حياتان انت ملكش دعو بالفوت أصلاً انتو ازاي كده؟ ايه اللي بتلقوفها دي؟ هو هيمسح بقوشه بص على ايه؟ طلع فلسو فلسو؟ فلسو ازاي؟ اهو؟ الختم بتاع الفلسو اهو؟ ازاي ساعتك؟ ده نوارده منهم بيدي ومسلمه يداً بيد الايد ساعتك ايه بعد الجهد ده كله يا رب يطلق على عقد فلسو؟ يكونش يبدله الاصلي بواحد فلسو بصنعة لطافة بخفة يدك يا سلام يا سلام على دماغت وهمش عرفهم يا غاب ان احنا هنطب عليهم اه صعيح وبعدين امتى هيلحاو يطلقوا عليهم؟ اه صعيح هده اللي مجنن انه هل ما عارفين العقد فلسو؟ بيسرقوا ليه؟ اه صعيح انت مفيش وراك اه صعيح اه صعيح اه صعيح اخرس خالص مش عايز اسمع اه صعيح دي اعطر ساعتك شوف مين؟ هلو؟ ايوه نيلي عايزيت تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع تعالوا عدوا علي انا هنا في المكتب اه؟ الوقت بتاخر؟ اه صعيح اه طيب بكرة فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم سلام ماشي اه اه الله على تباقس اقتك طب اه ايه بقى موظو الموضوع الي انتو عايزينلي فيه؟ بص يا انكل عمد يحب نعم عشان ما نعاطش نلف وندور على بعض احنا عندنا شوية معلومات واللغز حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد فاحنا نزبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده بس اللي أوله شرط أخره صور صور إزاي بنت أخره نور قصدك يعني لأ صور عشان الصور محدش يقدر يعديه نور إيه؟ واتفر يعني وبعدين أوكي حضرتك هتاخد حقك وإحنا هناخد حقنا ومحدش يجي على حق التاني أولا مؤخذة طب مؤخذة يعني أنا إيه المطلوب مني بردو حضرتك تضينا العقد ونفتح المجلة ونشاك إيه الموضوع تلسة بتشوكوا في العقد لأ نشاك يعني نشوف إيه الموضوع ماشي هات العقد أضح فاطة لأمالك أول حاجة لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف إنه فوقش أصلا مفيش أي حاجة في الستوري ليها علاقة بالعقد فوقش عقش والجده بطة إحنا مخدناش بلنا منها هو مفيش بس تستنيا ما تأكد بس أهو الرجل رايح للجده بطة بيقول لها إنه هيشتري العقد بفلوس كتير قالت له ماشي وبعدين بتفتح الدولاف ملقتوش ووصل للراجل تاني الرجل أنا جاهز يا جده بطة أحضرت النقود معي الجده بطة وأنا لا أجد ما أقوله لك لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده الرجل أووو إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجاتي أن أهديه هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينة ماذا أعطيها الآن؟ فلّة وياسمينة الجده بطة أنا في قمة الخائجل ولا أعطي العقد محفور عليه حروف وأرقام آه يا بنت مهدير عروف بتاع الختمة بتاع الفلسو مالسة ختمة فلسو إزاي؟ الحاجات الأصلية بس هيل بيكون عليها ختمة من الحمار اللي قال لك كده؟ بالوضع أنا قلت حاجة أنت مبارح مش قلت كده؟ والفلسو ليه ختمة برضو يا حمار؟ لا اخرص خالصايا والله يا عيبت بحدثك رجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده يا جماعة يا الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد به بس مش عارفة قرى الأرقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين وريني طابل اختصر زاد إيه؟ صاد يا بنتي صاد صاد به شو مئة وسبعتاشر أيوة يا جماعة صاد به ده؟ اختصار لإيه؟ يكونش شو مئة وسبعتاشر دي صاد به شو مئة وسبعتاشر ده نمرت العربية بتاع جدكم زمين ما كانش فيه حروف وأرقام في نمر العربيات آه صحيح وكان فيه عربيات ليه أرقام بحمر أنت؟ أنا قلت حاجة مش أنت إيه اللي كده مبارح؟ اخرص أنت خلاص لماذا لا تفايره؟ ليه؟ اضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيرا سمك بوري؟ لا يا جماعة استنوا استنوا أنتو بتحرف إيه؟ صاد به اختصار صندوق بريد آه صحيح صاد به طول عبر صندوق بريد يكونش صوصا بدر ما تخرص بقى مع خلاص عارسينا صندوق بريد أنا قلت تكتهد لا ما تكتهدش يا جماعة يا جماعة صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوزير عارفوا آه شيريهين صندوق بسين صندوق بسين بسين فعلا؟ آه صحيح سيبك مني عم دهب ديتافها أساسا طب و احنا هنوصل إزاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل تليفونات آه صحيح معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس أكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد تليفون انا؟ آه آه شوفي تليفون انا البطارية فضل فات ثلاث سورة ما تاخدي التليفون بالتعام كهرا قبلك ايه؟ أصيل يا عم دهب حاتيا هننن GI التليفون حاركين تريخيسة قوي خد يا بنتي آلو فالم عليكم ألا لو سمحت عايز اعرف عنوان صندوق بريد السبعمائة وسبعةتاشر ده موجود فين؟ يكونش سكر بر- برRIS إيه؟ ما خلاص يا بني آةِ أنا أقول فيك ت Gün ما بتكتغيرش يقولني يا صندوق مريد ورسلك على الكلام فين؟ مكتب بريد الحناج دي شكراً سلام عليكم مكتب بايد الحلمية الجديدة بتهزري هو الحلمية ده ما كان بجد مش بس في المسلسل تبدأت عمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل مسلسل ايه بس يا بنت خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده يلا بنا نشوف صندوق البريدة ده فين يكونش صفينار بترقص سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بايد 717 717 717 ايوه صح مظبوط عندنا عندنا انا عارفة انه عندكم احنا عايزين نفتحه وناخده لجوا راحت فين كوباية الشاي راحت فين افضل يا حاج الشاي اه متشكر العتب على النظر طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717 هو اي حد هايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول ده صندوق خاص يعني لازم ان نفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج ايوه يعني باسم مين فيكم باسم مكاوة ابو الخير وحضرتك بقى مكاوة ابو الخير حضرتك ايه حاج انت مش سمع صوتنا اونس انا اونس يا حاج اه انا ما اغزى يا بنتي العتب على النظر هو فين بقى الاستاذ مكاوة الاستاذ مكاوة عبال عندك مات الله ارحمه ودول احفاده ايوه وحضرتك بقى مين انا حرم المرحوم انا جددتكم معاكو اعلام وراسة لا معنا بتاقات بتاقات ما ينفعش بتاقات لازم اعلام وراسة اعلام وراسة ايه بس يا حاج يقولولك معاهم بطايا تثبت انهم احفاد متكاوي نل وشريهان أحفاد مكاوي نل وشريهان أحفاد مكاوي نل وشريهان! نل وشريهان والله العظيمن ساعت ما دخلوا علي وأنا عمال أسبح عليهم وأقول أنا شفتهم فق نل وشريهان أنا مش ممكن مش ممكن بس أنا أول مرة عارف أنه نل وشريهان قرائم لا حاجرته شفت بقى41 شفت دينة دياء إزاي وصغيرة إزاي نل وشريهان ويقولك هموا مع بعضهم ويت عملت وإن حولهم بإعلام وراسة والدنيا بطيق واسبات شخصية ده كلام؟ بطيق ايه واسبات شخصية ايه ده هما نفسهم وشوهم بطاقة؟ ربنا خليك يا حاج ربنا يكرمك هيا هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعاً ده أنا افتح لكم الدنيا كلها صندوق بس بس أنا لي طلب رفاية عندكم قدي كده انت تؤمر يا عم، طلب رفاية ولا تخيل أؤمر؟ نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوة والاستعرضات والاغاني بتاع الزمن الحلوة دي الفوزير دي ليسمع منها بقى حاجة؟ طبعاً طبعاً ما تباهم ايه؟ طبعاً وزنين بقى شو هيا كان الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق مش هينت يا عم ده؟ نسمعه اي حاجة عشان نفتح الصندوق اي حاجة واحد مش حافظ حاجة لشريهاني ونيلي يلا نيلي يلا شريهان تحيتكم بتاع الزمن دي اه ركش بقى حاجه تفرج بقى شوف بقى ربنا يسمحك يا جده كل عشان خاطر الفلوس سوري يا فنانة نيلي أسفى أستاذي شرهان سيادتكم العريف طبعاً 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 أم العريف أم العريف سك 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 على الموضوع لو لو قل هكتبكوا سك فوعك طعوك مان زو كش فقرق مان نوع نوع سك على الموضوع مدي واحد مان تلاتة بقى الله 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 ايه كمال ده ايه العظمة دي كلها بصراحة والله 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 انتو أنيستونا أم ليه أنيستونا أم ليه أنيستونا اتفضلوا 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 يا جماعة منورينا والله ومكترينا سبعمية وسبعة وفاشر آآ خلاص يا حج شفناها تعالة تعالى انت شكري اتوكري بالمناسبة الجميلة دي بقى يعني نسمع حاجة كده لا خلاص بقى لو سمحت لسه هم تعبينين دلوقت انا بعدين هجيلك على رواقه كده واجيبلك معاما حبود شكوك بجده اللهي ده واحد واحد يتفضلون شكراً يعيشوا بقى سلاموا عليهم هالكو السلام هالكو السلام سلام استان ده راحة فيه هات المفتاح خارج ده معاك فضل 717 موسيقى لا سيدي اجدو ايه يا بنتي في ايه؟ بقى لك ساعة ما قاعدانا جنبكم تنحة في البتاعة دي ما تقول لنا حاجة محضتك انا مش فاهم حاجة في المتاهة دي طيب ما تضارف حاجة تانية غير المتاهة دي مش هينفع ماهو مافيش اي حاجة مفهومة في الكلمات المتقطعة غير ان الحل في المتاهة وانا عمال احلف ام المتاهة دي والله مافي متاهة غير اللي احنا فيها طيب وايه المتاهة دي عايز ايه لمواغزها ازاي نوصل محظوظ للعربية طيب يعني ايه مش فاهم برده محضتك انا كمان مش فاهمة ما هو ده اللي بقوله من الصبح لو كنت فاهمة ما انا كنت قلت طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجة النهار ده فانا بقول هناخد المجلة نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا ولووصلنا لحاجة نقول لحضرتك اهه ده اللي هو عند مين؟ ساعة كام يعني اما اخذ المجلة دي هتفضل هنا في الحفز والصول لو حبيتوا تحلوا اللغز ده علولي ده مكتبكو برده ايه ده؟ انا افتكرت حاجة مهمة قوي موكت الدين مجلة ثانية ثانية بليز حاجة مهمة جدا اه فهمت حاجة؟ لا انا فهمتش برضو طيب انتو تراواحوا كده اتفوقوا نفسيكو وتشطفوا كده وتروقوا ولو لقيتوا نفسيكو قادرت تفهموا وعزيت تحلوا اللغز تعالولي ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وأنا خلى حد يفتحوا لكم اوكي تانكيو باي 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 سلام عليكم شرامة الله باركاته ده الراجل ده حويت قوي من ساعة محطة ما نخيره في الموضوع وهو عامل زي الأراضة مش هيطلع إلا بالدم سيبك منه هسيبني منه إزاي بس ده مع المجلة واحنا معانا المتاهة ده معانا المتاهة إزاي يعني فاكرة لما قلتله هيتحيت المجلة بسرعة عايز تشوف حاجة فاك خدت المجلة وعملت نفسي كإني بفكر في حاجة وروحت صورتها ده برافو واريني يا بنت اللازينة هي منخيرك فيها حاجة إنيلي منخيرة؟ لا من هنا كده بصي سوعت نفسك سالفي بالوش إزاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السالفي أخبية هنعمل إيه؟ نروح عند عم بندو يمكن نفهم منه أي حاجة ماشي يلا إزاي عملت كده؟